الله الرحمن الرحيم معكم المعلمة فداء أبو حشيش من مدارس الهدي المحمدي وبرنامج التعلم عن بعد لمادة الرياضيات للصف التاسع سنكمل اليوم بإذن الله جيب الزاوية الحادة الجزء الثاني أولاً تستخدم الآلة الحاسبة في إيجاد جيب الزاوية معلومة طبعاً الآلة الحاسبة يجب أن تكون آلة حاسبة علمياً كيف نستخدم الآلة الحاسبة العلمية لإيجاد جيب الزاوية نفتح الآلة الحاسبة وندخل قياس الزاوية ثم نضغط على المفتاح صاين ويوجد بعض الآلات الحاسبة يجب أن نضغط على المفتاح صاين بالأول ثم نكتب قياس الزاوية أيضاً تستخدم في إيجاد قياس الزاوية إذا علم قيمة الجيب بنفس الطريقة نفتح الآلة الحاسبة وندخل قيمة الجيب ثم نضغط على المفتاح انفرس ثم الضغط على صاين وبعض الآلات الحاسبة لا يوجد مفتاح انفرس ويوجد بدل منها مفتاح شفت فنضغط على شفت صاين وأيضاً مرة أخرى للتذكير بعض الآلات الحاسبة نضغط على الصاين ثم قياس الزاوية أو نضغط انفرس صاين ثم قيمة الجيب الآن استخدم الآلة الحاسبة في إيجاد جيب الخمسة وثلاثون لإيجاد جيب الخمسة وثلاثين باستخدام الآلة الحاسبة ندخل قياس الزاوية خمسة وثلاثون ثم نضغط على المفتاح صاين فيكون الناتج رقم بأعداد عشرية كثيرة نقوم بتقريبها لأقرب منزلتين تقريباً أو ثلاث منازل الآن ماذا لو كان قيمة الجيب معلومة ونريد أن نجد قيمة الزاوية نقوم بالضغط على ندخل قيمة الجيب ثم نضغط على انفرس وثم نختار صاين قوة سالب واحد وهذه تقرأ صاين انفرس فيكون الناتج كما في الشكل المجاور تكون قيمة الزاوية تساوي ثلاثون مثال قام لاعب بالتزلج من تلة من تلة ارتفاعها 100 متر وقياس زاوية ميلها عن سطح الأرض 18 درجة احسب طول مسار التزلج أولاً لدينا الزاوية 18 وتعلمنا قانون جيب الزاوية فنكتب جيب الثمانية عشر تساوي المقابل لها وهو 100 متر تقسيم لام الآن باستخدام الآلة الحاسبة نضغط ثمانية عشر وثم ساين فيكون لدينا قيمة الجيب تقريبياً بهذا الشكل تساوي 100 تقسيم لام الآن نقوم بالضرب التبادلي فينتج لدينا 100 تساوي 309 بالألف في لام نقسم على معامل لام فتكون لام تساوي 324 متر تقريباً الآن تدريب 7 إلى 3 يبين الشكل سلماً كهربائياً طوله 15 متراً وقياس الزاوية التي يكونها مع الأرض 30 درجة جد ارتفاع أعلى السلم فا عن السطح الآن بنفس الطريقة جيب جيب الزاوية 30 تساوي المقابل لها وهو فا تقسيم الوتر 15 باستخدام الآلة الحاسبة جيب الثلاثون خمسة بالعشرة تساوي فا تقسيم 15 نقوم بالضرب التبادلي فتصبح فا تساوي 7.5 متر الآن مثال 7 إلى 6 في لحظة ما كانت المسافة بين قمة برج ورأس ظل عن سطح الأرض تساوي 15 متراً وكان جيب السين 6 في العشرة جد ارتفاع البرج فا بنفس الطريقة جيب السين يساوي فا تقسيم 15 لهو الوتر جيب السين 6 بالعشرة يساوي فا تقسيم 15 نقوم بالضرب التبادلي فا تساوي 9 متر الآن تمرين ومسائل صفحة 74 السؤال الثاني سين صاد عين مثلث قائم في صاد سين صاد تساوي 5 سنتيمتر وصاد عين 12 سنتيمتر جد سين عين نلاحظ أن سين عين هو الوتر ويساوي الجذر التربيعي لمجموعة مربعيهما 25 زائد 144 ويساوي جذر 196 ويساوي 13 الفرع بام جيب الزاوي يسين جيب الزاوي يسين المقابل لها 12 تقسيم الوتر 13 الفرع جيم قياس الزاوي يسين باستخدام الآلة الحاسبة نضغط inverse sign ل 12 تقسيم 13 فتساوي الزاوية 67 و 14 درجة السؤال الثالث احسب جيب الف وجيب ب في الشكلين نبدأ بالشكل الأول نبدأ بجيب الزاوية ألف نلاحظ أن جيب الزاوية ألف المقابل وهي 9 على الوتر 15 لإيجاد جيب با يجب أن نجد طول الضلع ألف جيم من نظرية فيثا غورس ألف جيم الجذر التربيعي للوتر تربيع 225 ناقص التسعة تربيع الواحد و 80 و يساوي الجذر التربيعي لا المئة وأربعة وأربعون و يساوي 12 إذن ألف جيم 12 نجد الآن جيب الزاوية با جيب الزاوية با المقابل لبا 12 على الوتر 15 الآن الشكل الثاني مطلوب أيضا جيب الزاوية ألف وجيب الزاوية با نبدأ بجيب الزاوية با و يساوي جيب الثلاثون باستخدام الآلة الحاسبة جيب الثلاثين نصف أو خمسة بالعشرة الآن نستخدم جيب الثلاثين لإيجاد الضلع جيم دال لأن جيب الزاوية ألف هي جيم دال على الوتر عشرة الآن جيب با يساوي جيم دال تقسيم خمسة وجيب با هي نصف خمسة بالعشرة لإيجاد قيمة جيم دال نقوم بالضرب التبادلي خمسة تقسيم اثنين فتصبح اثنين ونصف الآن جيب الزاوية ألف يساوي جيم دال له اثنين ونصف تقسيم عشرة ويساوي خمسة وعشرون بالمئة ننتقل الآن إلى السؤال الرابع جيط طول لوح تزلج طوله هذا هنا في يرتفع أحد طرفيها عن الأرض اثنين متر ويصنع طرفه الآخر مع الأرض زاوية قياسها 24 أيضا بنفس الطريقة نستخدم جيب الاربعة وعشرون يساوي المقابل اللي هي اثنين تقسيم فا نجيب الاربعة وعشرون نجدها من الآلة الحاسبة وهي واحد واربعين بالمئة يساوي اثنين تقسيم فا نقوم بالضرب التبادلي فيكون واحد واربعين بالمئة فا يساوي اثنين نقسم الطرفين على معامل فا فتكون فا تساوي اربعة وتمانية وتمانين جزء بالمئة متر الان الواجب هو السؤال الخامس من تمارين ومسائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بحفظ الله ورعايته